السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عزاتي المشاهدين اليوم ما درت هذه الفلفلة اللي كتجي رائعة في الماداق ديالها اللي كان نحشيها في الداخل ديالها بالروز مع الخضر ممكن تديروها تخاوية اللي مهم في هذه العملية هو انها كتتقلة بلا قليان ديال الزيت يعني بلا ما تديروها في المقلة عامرة بالزيت غرب شوية ديال الزيت وكنديرها في الفران وكتجي رائعة كتجي خفيفة مع كيف ما كتعرفوا الفلفلة بالنسبة لي رائعة تقيلة بوحديتها عديلة تقلات راح اوتاني كتتقل اكتر لهذا كنديرلها هالطريقة وكتجيني خفيفة وانتمنتنا الاعجاب ديالكم ونجربوها في بيوز ديالكم واشجاعتكم القناة تكون هنا من الجام باش اصلكم دائما الجديد هاتي نقطعها معاكم باش غاتشوفوها من داخل ديالها كيفاش دايرها هانتوما هاي هاتي نوريها لكم خليت لها هات الريوز ديالها عامرين هكا هيا شفتوها كيفاش دايرها هكا نزيد نزل مقطعها هنا اصلا ما بي تقطع فتصير من بعد هاليا كتجي رائعة وبنينة بالزب باداك الحشو اللي كندير لها انا كيكون خفيف وزوين ويعني كل فيه صحيح وديرة والروز ماشي شي حاجة تقيلة ومطمش عليكم نخليكم مع الطريقة والمكونات ديال هات الوصفة هاتي وفرجاتكم ممتعة بالنسبة لمكونات داولي ديال هاد الفلفلة اللي غدي نعمر كيف مكتلكم عندي الفلفلاء هي هاتي كونهم مقادين عندي هنة ثلاثة في هاد الحالة وعندي الخضره ديالها عندي هنالجازر عندي البروكولي عندي الزهراء او الشيفلور عندي واحد بصيلة مع طراحة وواحد ادتفائها حلوة حمرة اضف الروز اللي غدي نحتاج منو واحد الكيس نشوف الشهاب باقي فيه انكم مطاعش الكتبقى تقريبا كيس ميشا صافي سنحتاج هات الروز هو اول حاجه غدي ندير اضعها جنب وحل لها مقلية وهي لا مقلية فلفلة تأتي رائعة بشكل مقلية وحل إلا تأكل فيها أفوان مقلية نضع الروز و نضع معه نضع الروز و نضع الروز و نشعل النار نضع الروز نضع الروز نضع الملح الروز و نضع الروز و نضع الروز و نعرف الكثير من اللعر و نضع الروز على قبل عن الروز انا اخذ الخضر انا بدأ بالصلاحية الأولى نشلطها نستعمل هذه الآلة سربة ضغية لا تتعطرني لا تتعطر الخضر كل شيء سيصدرها لها نسخن الزيت مزيان نسخن الزيت مزيان نضع البصيلة نضع البصيلة نضع البصيلة سوف نقوم بسكين جبير واحد شوية فلفل أحمر فلفل أحمر دوما المكونات في الطرف اللي كندير سوف نرجعها إلى النار دوما ندور لكم هانيا ونجد حتى تقلم جيد نجد الحضراء الروز هنا قمت بتحن وضعت هنا الجازر او خيصه لنسجل لن نعود معكم هذا الجازر قمت بتحني وضعته هنا انا سوف نضيف 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 هذا الجازر ونضيف ونضيف البطاطة الحلوة يمكنك تقوم بأي خضر متوفرة لن تتأكل لا يوجد مشكلة هذا الجازر سوف نضيف هذا الجازر نضيف نضيف الستة ونضيف ونضيف حتى نضيف كل الشيء المكونات هانتوما اضيف نضيف نضيف حتى الحمرة هكا ونضيف نضيف كل الشيء ونفس العملية دائما نضيف البروكولي يا الله نضيف البروكولي مع الزهراء أو هذا الشيء فلور هكا هكا هم هكا ونضيف ونضيف هناك يا الله ونحن نضيف مفور ونضيف ونضيف سوف نستعمر بالبروكولي البروكولي الألوان البروكولي البصيلة بعد مدبالت نضيف لها هذا الخضر سوف نحرق كل شي باش تدخل هذه العطور البروكولي مضيف سوف نضيف المضيف سوف نضيف السيئ مضيف سوف نرى روية دائما لذلك الماليكي كونسر الغطايا نحركها نحركها في هذا الكولور ده براية طيبة نضيفها أكثر و هنا الروز روى نشف الروز نشف و الروز و نوضع هنا في الحوضة نحن نوضع الروز كله ننبعد نوضع الروز كله من المتصف لما تشتغل لا شيئ و نعطيه الوقت بيقليه و المرس القياس خطيه لكي تستطيع الروز مستفيد أي كيف تفراسط يمكن أن يكون جيدا كان الألوان يبقى الناس أبحث عن المعجم الأكثر إذا أعجب الموضوع نضب المعدين نضب المعدين نضب المعدين نضب المعدين نضب المعدين روز يبقشات راسه يمكنك تقدموا الروز بطريقة نضب المعدين نضب المعدين و نضب المعدين اخوية قليلة هنا نحاولوا بما نهرسها نحاولوا بما نهرسها هذه الزريعة لن نرميها نجعلها تتيبس ونرميها في جردة و بلاسة لكي تنبت المطيشة و أي زريعة فتحولوا أن ترميهم الشيطة لن نرميها ونجعلهم تتيبسوا وفين مكتمو خارجين جريدة او التسارة ولا شي حاجة ولوحوهم في البركو او فين مكان شجريدة وتينبت هاد الشي تاوه وتيولي في طبيعة وكي يستفد الجميع هنتم هنا بعد مخويت الفلفل كيف ما كتشوفو كنا اخدها بالحشو وكنوضع فها هكا وتنوضع تتنعمرها مزيان تندخل تسل الداخل ديالها تندخل مزيان تتتعمر باش غدي ندخل كناخد واحد مغرفة ديال العود هكا و ندفع بيها لان رقيقة من تحت باش ما ننهرزهاش هكا تتيدخل هذك الحشو كله كما تشوفو هكا سوف نضيف الناس تضيف دابا هاي عمرات هذك الشكل هاده و نضيفها هنه يا جنب و كناخد زيت زيتون هكا كناخد واحد المون فاش غادي نوضع كندهنه هو اللي ولاني هذك الشكل هاده بعد مدهنت المون كناخد الفلفل دابا بها الشكل هذا. وكنو بدن اندهنه تاوه. هكا. تندهنها كلها مزيان. بدن جوانيب ديالها كلهم. هاته. تندهن لها الغطاية ديالها. وكنوضعها لها بهذا الشكل. وتنستفهم هنا في اللاطة. وتنستعمر بنفس العملية حتى كنكمل الفلات اللي عندي كلهم. رائعها بتزيل الحديثة. بل رائعها تزيل الحرب. كانت مشكلة تزيل الحرب. اشتركوا في القناة بعد مكملت الحشو ديالي كله ما عمرتهم الفليفلات دابا هنا يدهنتهم هكا كلهم زيان بالزيت ودابا غدي ندخلهم الفران تسخون بزاف يلا طيبة الخبز فران مسخن وغدي نخليهم يتحمروا الفران زيان غدي تشوف مقليين في الزيت ولكن هما هانتو ما كيف ما كتشوفوا غاها الطريقة هادي الفلفلي اللي بغيتوها تجيكم زوينة بالنسبة لإخوان الأخوات لي ما كيكلوش القليان في حالي يدير هاد العملية هادي هي اللي كتجي الفلفل فران في حليلة مقلية ما كتجيش مشوية بحلال عادة اللي كنذيروها هكا كتجي ها الطريقة كتجي بها الفلفل مقلية هانتو مكتشوفوا مهم هو تزيتوهم رد دهنوهم بزيد زيتون صافي ودي بغدي ندخل المفران كيف ما قلت لكم ونطلقا من بعد إن شاء الله هاد نزرو شيت الليلة على الجمسلا باش نشوفوها ها هي نصوها مفتوها هاي بتوكمين شفي حلقة تصكلا من الزيت هاي جيدت القشرة ديالة كتاشتتت تحيب منها نضجو تحيب كلها بطيات نازل مطعب التزدعل اهدي بواحدة ربع تاعة هالي نسلم و حيش فيها ها غضي نتسب الوقت ها غضي نقول لكم من بعد اشعدي الوقت ذاتية ننفل الفلن بعد محرشتها من فران هذه مازالة تقلّة تكون ساهلة في نقية هذه مازالة سخونة ستحرقني لا أريد أن نقياها كلها نجعلها سيبرد ولكن أريد أن نوريكم لكي تكون ساهلة في نقية شفتوها ودوشت النهائي ديالها بعد ما أريد أن نقياها أتمنى أن أعجبكم و أجربكم لأنها تجي فعلا رائعة و لا تقيلش على المعيدة لأن هناك الكثير من الفلفلة هي الفلفلة أصلا تقيلة و إذا بقت فيها القشرة تكون أتقل لا نقدرش عليها في القليان لن نقوم بإمكانها إما خاوية أو نعمرها و منتمنتنا الإعجاب والجربة في بيوتكم وتشجعتكم القناة في الشيني من الرجان وإلى فيديو قديم إن شاء الله شبعتكم مباركة